أتعلم يا سامح؟ العالم كله يذكر للحضارة الإسلامية فضلها ودورها العظيم نعم يا سماح والآن هيا نذهب إلى عم الدكتور لنتعرف على بعض جوانب الحضارة الإسلامية أهلا يا سماح أهلا سامح ها ما الموضوع الذي تحبان أن تستمع إليه؟ نريد أن تحدثنا عن أحد جوانب الحضارة الإسلامية هذا موضوع هام لقد كانت الحضارة الإسلامية أعظم حضارة عرفتها البشرية فقد كفلت للناس المساواة ولم تفرق بين عنصر وآخر بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو بين حاكم ومحكوم وكفلت حرية الاعتقاد فلم يجبر أحد على الدخول في الإسلام شعر الناس في ظلها بالأمن والأمان على أنفسهم وأموالهم وعبادتهم وجاءت إلى الناس في وقت يسود فيه الجهل والظلم والقهر والاستعباد فأقبلوا عليها واستفادوا من فوائدها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ما هي أهم أسس قيام الحضارة الإسلامية؟ أولا أعرفكم الحضارة هي التقدم والرقي في مجالات الحياة المختلفة الروحية والأخلاقية والنظم السياسية والعلمية والثقافية والفنية وقد قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من الأسس ميزتها عن غيرها من الحضارات الأخرى أهمها واحد ارتباطها بالدين الإسلامي تميزت الحضارة الإسلامية بارتباطها بالدين الإسلامي بمبادئه السمحة الروحية والأخلاقية اتنين اهتمامها بالعلم كانت أول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض هي اقرأ فجاء الإسلام داعيا إلى البحث والدراسة والنظر والتأمل في كل ما خلقه الله في السماء والأرض وكل الموضوعات الدينية والكونية فقد أتى الإسلام داعيا للدراسة والبحث عن المعرفة والتأمل في خلق الله وفي كل موضوعات العلوم الدينية والكونية فأقبل المسلمون يبحثون ويدرسون ليضيفوا ويبدعوا ويسهموا في الحضارة الإسلامية في كافة المجالات المختلفة ثلاثة استنادها على قواعد أخلاقية كالعدل والمساواة بين الناس جميعا والحرية والتسامح والتعايش مع الآخرين وكانت هذه القواعد هي التي تحكم مسيرة الحضارة الإسلامية في كل مجالات الحياة أربعة انفتاحها على الثقافات الأخرى لم تنغلق الحضارة الإسلامية على نفسها بل انفتحت على الحضارات الأخرى كالحضارة الفارسية والهندية واليونانية والرومانية وأخذت منها الفلك والرياضيات والكيمياء والطب والأدب وتورتها لتخرج للعالم في صورة إبداعية جديدة كانت نواه للحضارة الأوروبية الحديثة خمسة محافظتها على اللغة العربية تمسك العرب بلغتهم العربية وحافظوا عليها وسعوا لنشرها في كل البلاد التي فتحوها وتعلمها الناس لأنها لغة القرآن الكريم وآدات تحصيل العلوم المختلفة وصارت اللغة الرسمية للحضارة الإسلامية بجانب تعلم اللغات الأخرى للاستفادة من علم الآخرين إنها مميزات وأسس عظيمة أدت إلى قيام حضارة عظيمة والآن حدثنا عن أحد جوانب حضارتنا الإسلامية أبدأ أولا فأحدثكم عن الحياة السياسية أو نظام الحكم والإدارة وضع الإسلام نظاما شاملا لنظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية يبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحقوق وواجبات كل منهما وأهم جوانب نظام الحكم والإدارة الخلافة وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الخلافة شورى بين المسلمين وصار الخلفاء الراشدون على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وتميز عهدهم بالزهد في المأكل والملبس والمسكن ثم تحولت الخلافة في الدولة الأموية والعباسية من مبدأ الشورى إلى مبدأ الوراثة ومن الزهد إلى مظاهر العظمة والطرف واستمرت حتى سقوط الخلافة العثمانية والخليفة في الإسلام فرد من أفراد الأمة ليس له مميزات تميزه عن غيره من الناس الوزارة لم تعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بلفظها ولكنها عرفت من حيث المعنى فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص أبا بكر الصديق بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة استعان بعثمان وعلي رضي الله عنهما واستمر اتخاذ مستشارين ومعاونين للخلافة في عهد الدولة الأموية ثم عرفت كوظيفة في عهد الدولة العباسية وهي مأخوذة من المؤازرة وهي المعاونة للخليفة في أعباء الحكم المفروض أن الوزير لا بد أن يتميز بالصلاح والتقوى والعلم وحسن التصرف في الأمور المختلفة وماذا غير الخلافة والوزارة؟ هناك الإمارة وقد عرفت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يرسل بعض العمال والولاة إلى المدن والقبائل التي دخلها الإسلام ليعلمهم أمور الدين وإمامة المسلمين في الصلاة واستمر ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعد اتساع الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب قام بتقسيمها إلى ولايات وعين لكل منها واليا نيابة عنه واستمرت كذلك في عهد الدولة الأموية والعباسية الدواوين أمر بإنشائها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الأمور المتعلقة بها فأنشأ ديوان الجند لتسجيل أسماء الجنود ورواتبهم وديوان الخراج ويختص بجمع ضرائب الأرض الزراعية وإنفاقها على موارد الدولة ثم ازداد اتساع الدولة الأموية والعباسية فظهر ديوان الرسائل وديوان الصدقات ويقوم بجمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين وديوان الجهبزة وهو خاص بأمور غير المسلمين أهل الذمة وديوان الأحداث ويختص بجرائم الأطفال هل عرفت الحضارة الإسلامية أعمال الأمن والحماية للدولة؟ نعم يا سماح ظهر نظام الحسبة والقضاء والشرطة والجيش أحدثكما عنهم بالتفصيل أولا نظام الحسبة هي وظيفة يقوم صاحبها بإرشاد الناس إلى السلوك القويم وبدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجه الناس إلى السلوك الصحيح في العبادات والمعاملات وكذلك الخلفاء الراشدين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج للأسواق يراقب المكاييل والموازين واستمر ذلك في خلال الدولة الأموية ثم أصبحت وظيفة رسمية يعين لها المحتسب الذي يمشي في الأسواق والطرقات ويمنع التاجر الغشاش من العمل ويكشف الذين يخرجون على الآداب العامة ثانيا الشرطة هم جند كان يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام وقد نظمها الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولقب رئيسها بصاحب الشرطة ثم ازدادت سلطته في العصر الأموي والعباسي وأصبح له الحق في نظر الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء وماذا عن القضاء والجيش؟ بالنسبة للقضاء بدأ القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحكم بين الناس بما أنزله الله فلم يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم الكل في ظل الإسلام سواسية ومع اتساع الدولة وتقسيمها إلى ولايات عين عمر بن الخطاب لكل ولاية قاضيا للفصل بين الناس واستمر القضاء في عهد الدولتين الأموية والعباسية يحكم بكتاب الله وسنة رسوله لا يتدخل الخلفاء في أحكامه الجيش اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعداد جيش قوي مدرب فكان هو القائد الأعلى للجيش يشرف عليه وينظمه وكان للتحاق به اختياريا حبا في الشهادة في سبيل الله ومع اتساع الدولة الإسلامية قام عمر رضي الله عنه بتنظيم الجيش وإنشاء ديوان الجند ثم ادخل التجنيد الإجباري في عهد الدولتين الأموية والعباسية باستخدام السيوف والنبال والمنجنيق وتم إنشاء الأسطول الإسلامي في عهد الخليفة عثمان بن عفان لتأمين حدود الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام من غارات الدولة البيزنطية وأشرف على إنشاء الأسطول معاوية بن أبي سفيان والي الشام وعبد الله بن أبي الصرح والي مصر واستطاع هذا الأسطول هزيمة البيزنطيين في معركة ذات الصواري وفتح جزر البحر المتوسط قبرس ورودس وأصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر